ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واعتقد انه الامور بتتحرك الحقيقة فيه اطار يعني جيد جدا ماش هقولك ممتاز جيد جدا نسأل التمديد الهدنة في حد ذاته ان احنا نمدي يومين كمان ده اطار جيد جدا والحقيقة انه الجهود المصرية القطرية اللي نجحت في كده بالتأكيد يعني تقابل بتأدير عالي جدا من المجتمع الدولي وتقابل بتأدير اكيد عالي جدا من المجتمع الفلسطيني وبالتأكيد الشارع العربي ككل ولازم برضو حضرتك تبقى فاهم حاجة انه كل الاطراف عايزة هدنة يعني اوعى تتصور انه الجهود المصرية القطرية بالمشاركة الامريكية او بالتباحث مع الجانب الامريكي جاية لانه حماس بس اللي عايزة هدنة لا لانه الجانب الصهيوني ايضا يريد هذه الهدنة زي ما قلنا قبل كده وزي ما هنكرر دايما وزي ما هنقولك بعد كده الحرب شيء شديد الصعوبة على كل الاطراف لسه كنت قاد عمال بتابع على التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب على الكيان الصهيوني المحتل احنا بنتكلم على تكلفة وصل التقريب الى حوالي 10% من حجم الموازنة عنده هم نفسهم بيتكلموا على انه التابعات الاقتصادية سلبا لهذه الحرب هتستمر معاه على مدار سنة 2024 كاملة يعني خلي بالك ان الحرب الكل يدفع لها ثمن الكل يدفع لها ثمن يعني على سبيل المثال وهضرب لك مثل بعيد عندنا حتى احنا في مصر انت عارف انه قطاع السياحة التركي اتأثر جدا بسبب الحرب طب اتأثر ازاي طبقا للتقارير الصحفية بيتقال او طبقا لهم يعني بيتقال انه 40% من الرحلات تم إلغاءها اللي جاية من الولايات المتحدة الامريكية طبعا ده ضغط على قطاع السياحة التركي طبعا ده ضغط على الاقتصاد التركي ده على سبيل المثال وضغط علي وضغط على كل دول المنطقة انت بتتكلم في حرب لكن هرجع بيك مرة تانية بعيدا مش بعيدا عن الحرب لكن هرجع بيك للمصطلح الاخر الا وهي الهدنة احنا عارفين انه هاردة كان اخر الايام الاربعة ينتهي الساعة 12 والحمد لله نجحت الوساطة المصرية القطرية في انه الهدنة تمتد لـ 48 ساعة اخرى باذن الله مع نفس القصة الا وهي اتفاق تبادل الاسرة ما بين الجانبين 10 قصاد 30 11 قصاد 33 وعلي وعلي نبدأ نقول هنا انه في امور اخرى بجانب هذه الهدنة احنا مثلا بنتكلم من ضمن الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا احنا كانت في مصر ايه هي تدفق المساعدات الانسانية للقطاع وانه هذا التدفق يفضل مستمر ويفضل سابت ما يقفش يعني مستدام وانه نوصل الى اقصى شمال القطاع فوصلين الى انه يبقى فيه على الاقل كل يوم في 200 شاحنة مساعدات توصل للقطاع من جنوبه الى شماله انه يبقى فيه عندي 130 الف لتر سولار يوصلوا القطاع علشان خاطر المستشفيات المخابز الى اخره انه يبقى فيه عندي صهاريج الغاز بتاع المستخدم في الطهي ايضا يصل للقطاع ايه الهدف من دخلي بالك مصر الطول الوقت كانت بتركز على ده انه بترفض تماما تحويل قطاع غزة الى قطاع غير قبل الحياة مصر مصر على اصال المساعدات الانسانية للقطاع هناك الكثير بالمناسبة من التفاصيل وهناقشها معاك وهناك ايضا كواليس لتبادل الاسرة ما بين حماس او المقاومة وما بين الجانب الصهيوني بن يمين نتنياهو في جانب اخر في ظل هذا الاتفاق على تمديد الهدنة لمدة يومين اضافيا نتمنى طبعا ان احنا نكمل ايام اطول بل نصل الى ايقاف كامل لاطلاق النار نتمنى ذلك